بالوقت خلينا بقى نروح لمقر البوابة نيوز ومرسلتنا هناك متواجدة روزان نصر عشان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع روزان صباح الخير عليك نصباح عليكي أنا وكريم وقللنا بقى أنت محضر لنا إيه من المنشتات الرياضية المختلفة تفضل صباح الخير يا نهوان صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان يوم جديد فقرة صحفية جديدة من مقر جريدة البوابة نيوز وهنبدأ فيها بخبر من جريدة الجمهورية الفرعون الأوفر حظا للحصول على الكرة الذهبية رأت صحيفة ميرول البريطانية أن اللاعب حمد صلاح نجم فريق ليفر بول الإنجليزي المرشح الأوفر للحصول على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام كأفضل لعب في العالم بعد أداءه المذهل طبعا أمام منشستر يونيتد وتسجيله للهاتريك وأوضحت أيضا الصحيفة كمان أن المباراة كانت لنجمين كريستيان ورونالدو ومحمد صلاح وبحلول نهاية اللقاء الأشهر في العالم استطاع صلاح بمفرده في تدمير منشستر يونيتد لترسيخ مكانته كأفضل لعب في العالم ليرفع عدد أهدافه هذا الموسم لـ 15 هدف في 12 مباراة من موقع اليوم السابع 18 هدف من 20 ضربة وديبالا ملك ركلات الجزاء في الدوري الإيطالي كشفت تقارير صحفية عن رقم قياسي جديد للأرجنتيني بولو ديبالا نجم فريق يوفانتوس بعد أن نجح اللاعب في إدراك هدف التعادل أمام انتر ميلان في المواجهة بينهم ضمن منافسات الجولة التسعة من بطولة الدوري الإيطالي وذكرت الإحصائيات كمان أن اللاعب الدولي حقق رقم قياسي مميز بعد هدفه في شباك انتر ميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 89 من روسيا اليوم ترتيب هدفي الدوري الإسباني بعد لقاء الكلاسيكو وثنائية سوارز أنقض لويس سوارز أتلاتيكو مادريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من الهزيمة أمام ريال سوسيدات في اللقاء الذي جمعهم في الجولة العشرة للليجة ورفع سوارز رصيده إلى ست أهداف ويتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدف الدوري مع لعب خط فريق ريال سوسيدات وأخيرا من الشرق الأوسط ميلان يستضيف تورينو اليوم سعيا للانفراد بالصدارة الإيطالية يسعى ميلان للانفراد بصدارة الدوري الإيطالي حين يستضيف تورينو اليوم في المرحلة العشرة وده طبعا قبل دخوله في مرحلة صعبة ستحدد مصير القري في أحراز اللقب المحلي لأول مرة منذ 2011 كمان يدخل ميلان لقاء اليوم ضد تورينو وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نابولي نتيجة تعثره بتعادله السلبي في ملعب روما دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من البوابة نيوز أشكركم جدا وعود لكم مرة تانية نحن كنا نشكرك جدا على هذه التغطية شكرا لك يا زمرتنا العزيزة روزان ناصر شكرا